السلام عليكم هيتكلم في حلقتنا النهاردة ان شاء الله عن تحليل الاعلانات اي النات كاملة والمشاهد التشوئية للحلقة التالتة من مسلسل العائلة وكمان هنجاوب على سؤال مهم جدا هل المسلسل مقتبس من اهل سوبرانو ولا لأ ساعدت بقى قبل ما ندخل في حلقتنا تشترك في القناة جدا وتفعل زر التنبات عشان وصلك اشعار بالحلقة جدا وانما تنزل وتعمل لايك للحلقة وتعمل شير مع صحابك لو الحلقة عجبتكم ويلا بيا نبدأ في حلقتنا النهاردة زي ما شفنا ان الحلقة الاولى والتانية ما هم الا تمهيد للشخصيات وبيعرفك بالشخصيات وطبع الشخصيات ومود الشخصيات وكل حاجة عن الشخصيات ولسه ما دخلناش في الجد وكنا قلنا ان المسلسل كمان واخد طبع الاكشن فالاكشن هيبقى يعني في اتجاهين في اتجاه العدوة ما بين اصلا وبين عمه ابو ابراهيم لان عمه عايز ياخد هو رئاسة العيلة وفي نفس الوقت هيبقى في اكشن خارجي ويعني ايه وحاجات خارجية ودي اكيد لازم يحصل بس من الواضح ان يعني المسلسل هيخدنا كده في اتجاه الاكشن العائلي في البداية العدوة ما بين اصلا وما بين ابو فقلنا شفنا ان اتلة وزل مازل هو المفروض كان اصلا هيشتغل معاه عرض ان هو يشتغل معه طبعا هو بيشتغله في الامار فعايزين يعمل له منصة الكترونية ما يقول لي كنت عملتها له بالله يلا معلن فمنصة الكترونية وبيعملوا عليها فااتلة عرض على اه اصلا عرض ان هو يعمل فيلم يعني وصائقي عن ابوه عشان خاطر ابوه طبعا كان مافيا كبير جدا فعايز يعمل وصائقي عن ابوه فهو قال له طول ما نعايش فيش حد يقدر يعمل وصائقي عن ابوه يا من الاخر يا ورفض العرض تماما وهنا بقى اه ابوه ابراهيم بيستغل في المية لايكرة وبيحاول يلف على اتلة عشان خاطر يعمل هو الوصائقي عشان يؤلع الدنيا وعشان خاطر يعني عدوته بقى ايه مع اصلا وان هو اصلا بالنسبة له مجرد عيل وخلاص انت بتتكلم في ايه انت عيل بالنسبة لنا كبير العيل لا يعني اصلا انا اخو ابوكي الكبير ابراهيم اخو ابو اصلا الكبير اصلا يعني وبنشوف ان هو هيعمل معامل مع الاتفاق ده ومن الواضح ان الحلقة الجاية هيتم بالفعل عمل الفيلم الوسائقي وده اللي هيخلي اصلا يتجنن عليهم وهم الاتنين على عمه وعلى قاتلة ويبقى يعني خلاص ضمار بقى فاحنا اول اكشن كده هيبقى بالنسبة ان هو الاكشن العائلي ما بين اصلا وما بين ابوه ما بين عمه مع قاتلة اوسلماز طبعا هيبقى ده بداية الاكشن كده في المسلسل بالنسبة لبقى الحلقة من الواضح خلاص يعني مع الاكشن ده هيبقى الدراما العائلية وانها خلاص دي فين هتقول تعليم ان هما هيتجوزوا وجوازهم وهيبقوا رايبين من بعض وجو العائلة مع كمان ان جيهان زي ما قلنا ان هو مهووس بالكل الجير بتاع اخوه يعني اي حد اخوه بيحبه هو بيبقى مهووس بهم وببقى عايزهم حب التملك وده اكيد سببه حاجة معينة هنعرفها في الاحداث القادمة بس خلاص شفنا هو بيحاول في المشهد التشويقي مع دي فين ولكن دي فين بتطرده من الاخر وما بتدلوش فرصة وده هيدي طاطش كبير ما بين اصلا وبين جيهان والزي ما قلت لسه اللي بيحصل بين اصلا وبين جيهان ده هياخدنا كتير لازم يبقى فيه وراه حاجة كبيرة حاجة حصلت زمان وفي نفس الوقت كمان ده هيبقى له اثر كبير جدا في الحلقات القادمة فهل يا ترى جيهان هيقف في صف يعني اصلا ولا صف ابو ولا هيبقى الواحده كده وعايز ياخد هو الرئاس العائلة فدي يعني خط درامي الواحده كبير هيبقى موجود في الحلقات الجاية لان المماثل يعني مماثل رائع جدا لعمل شخصية جيهان فيعني واداءه حتى كان رائع في المشهد التشويقي فاحنا قدام دراما هتبقى قوية على الخط الدرامي ما بين اصلا وبين جيهان وبين جيهان وبين ديفين لان ديفين مش زي اي حبيبة من حبابة اصلا انها البطلة فطبعا هتبقى مكملة معها فهوصوا بيها هيبوز الدنيا خالص فاحنا برضو في انتظارنا خط درامي رائع جدا ما بينهم هما التلاته زي ما قلت. طيب دلوتي زي ما قلنا من قبل مسلسل عائلة انتشرت اخبار انه هيبقى مقتبس عن مسلسل اهل سبرانو او مقتبس عن مسلسل الهيبة. وكالعادة الصحفية طلعت وقالت ان هما لأ الموماس ا yay المسلسل ا bars وما فيش في اي اخباس. ودورت على التصريحات كلها يعني انتشرت ان شركة المنتجة صراحت لكن الشركة المنتجة شركة القمر ما صراحتش بأيي حاجة. ولا قالت ان هو مقتبس ولا قالت ان هو مش مقتبس ولا قالت ان هو مسلسل رسمي ما هي الا اخبار. قالتها الصحفية بيرسين انه هو المسلسل اصلي مش مكتبس. طيب انا كنت شفت قصة مسلسل اقال سوبرانو كنت شفت منه اول حلقة. مبدئيا كده قصة التعرف على الطبيبة النفسية مش واحد. وده حتى في الاقتباس ممكن يغيروه على حسب الدراما. بس هو الاساس واحد رأي رئيس العيلة. لأ نفس رئيس العيلة بيواجه ضغوطات فبيلجأ لطبابة نفسية نوعا ما متشابهة. فجيت قلت من كتل التساؤلات اللي بتسألته هاني جيت قلت انا هتفرج على اقال سوبرانو مخصوص عشان خاطر يعني اشوف هل القصة مكتبسة ولا لأ. مع ضيق الوقت طبعا اللي انا فيه والمسلسلات الكتيرة مع مسلسلات رمضان. فبصراحة لقيت ان انا طب ليه? احنا عايزين نعرف ليه ازا كان مكتبس ولا لأ. يعني خلونا كده نتفرج. ما يهمناش ازا كان مكتبس ولا لأ. ممكن لو المسم الجدد لمسم مسلسل الجدد لمسم تاني ساعتها في الاجازة يبقى فيه وقت فاضي نشوف اهل سوبرانو نعمله تحليل مع بعض كده ونجيب الاوجه والتشابه. لكن لحد دلوقتي ما يهمناش نعرف اي حاجة لان احنا هنحرق على نفسنا الاحداث وخلاص. فانا قررت ان انا مش هشوف اهل سوبرانو ومش همشي ورا اه خط ازا كان هو مكتبس منه ولا لأ اهدعونا نستمتع. يعني لان احنا مش هناخد اي حاجة غير قتل المتعة. لو عرفنا ان هو مكتبس من اهل سوبرانو لانه تبقى انت عارف النهاية هتبقى عارف القصة. فيبقى احنا دورنا ايه? بنحلل ايه اصلا هنا بنعمل ايه? هيبقى المسلسل بايخ من الاخر. يعني لان انت عارف كل النهاية وعارف كل حاجة فيه. لان طبيعي لو هو مكتبس اكيد يعني هنعمل حلقة كتيرة عنه ونقول بها الاحداث. فخلينا نتوقع من دماغنا عن طريق التحليل افضل واحسن. ولو انجدد ان شاء الله وفي اوجه تشابه كتيرة. وانتو عايزين الموضوع ده مني اوعيكم ان هو في الاجازة. مش قبل كده. الاجازة اللي هي اجازة الصيف. لها من بعد مسلا شهر سبعة كده بعد ما بيكون مسلسلات كلهم خلصوا. فترة الاجازة بتبقى فترة خمول شوية ما فيش فيها مسلسلات. ممكن ابقى اشوف المسلسل ونشوف اوجه التشابه ما بين يوم بإذن الله. ده كل اللي عايز اقوله في حالتنا النهاردة في انتظار الحلقة اللي هتنزل يوم التلاتة اللي هي كده تبقى حلقة الصورية. بداية الاكشن بقى بداية نشوف اصلا على وجهه الحقيقي اخطر حيوان في العالم. يا ليد لو تعمل لايك وشير للحلقة. وانت مش مشترك تشترك في القناة اتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك اشعر بالحلقة الجيدة والما تنزل. وما تنساش برضو التابعينا على الانستجرام وعلى فيسبوك على تيك توك. شوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.